يا أخي شوف هذا الوزير من أول ما استلم الشواكي تشدق على راسه والله العظيم أول وزير عدل يروح إلى النزاهة بأول أسبوع لزميس للوزارة بعدها ما عطس لك عيني بعدها الوزير ما عطس أخذوه النزاهة وحققوا ويا المهم ليش أخذوه النزاهة أنا أقول لكم لأن الوزير يستحي ما يقدر يقول قدام الإعلام لأنه أخذوه لأنه هيئة الحج والعمرة كشفهم هو الوزير وخرب موضوع العقد مال أطعام السجون هو ما خرب بعدهم الهيئة هم اللي ما أخذين ملف أطعام السجون تمام ها وعلى طارق أطعام السجون رح أفتح لكم ملف الهيئة الشون تشتري من الورثة تكيتات الحج مال ميتين بخمسطعش ورقة وتبيعة باربعين ورقة شوني عيني جيبوا لي وزير العدل الوثيقة التي تسربت من أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بخصوص قاتل أو المتهم بقتل الراحل هشام الهاشمي ما خلفية هذه الوثيقة وأين هو القاتل؟ شكراً طبعاً نحن بموجب الدستور وموجب القانون مجلس النواب نحن نظام نيابي وبموجب قانون مجلس النواب لابد الإجابة على استفسارات سادة النواب خلال 15 يوماً ونحن نتعامل بالشفافية مع كل الأسئلة التي ترد لنا من قبل مجلس النواب هذا السؤال كان أحد الأسئلة التي وجهت إلى وزارة العدل بكل شفافية جاوبناها أخوتنا النائبة كانت تسأل عن وجود المتهم بقتل المرحوم هشام الهاشمي صديقنا مع الأسف رحمة الله على الروحة هل هو موجود في سجون وزارة العدل أو الدوائر الإصلاحية التابعة لوزارة العدل فأجبنا بأنه غير موجود لدينا والسبب وجيه لأنه لا زال لم يصدر حكم مكتسب الدرجة القطعية من قبل الجهات جاي اسمعتوا الصراحة؟ الوزير قال عمي لا تدوخوني كسة واحد قالي ليابا قاتل هشام الهاشمي وين مو عندي مو عندي ضامي الولائيين ضامي الاطاريين الميليشيات ضامته ايه الوزيري ما يقدر يقول هذا الكلام بس أخذه مني وزير العدل واضح وصريح ده يقول لك أنا الشخص اللي ينحكم ييجي عندي بدوار الإصلاح أما الجماعة ضامي وما رح يطلعوه بس بالضغط الإعلامي رح يطلع مو بس قاتل هشام الهاشمي حتى المجرمين الكبار امثال عادل عبد المهدي اللي هسه حاطيه بمنصب يفرفر بالدول بالقمة العربية هو شين فهمه بالاقتصاد حتى تحطوه بالاقتصاد؟ هو عادل عبد المهدي إذا فتح إذا جيبت لصينية وما القيامر يجيب لك يا خسرانة والله يجيب لك أمحمف يقول لك والله ما لاحق طلعة الشمس ايه لاني نغد نايم للظهر أبو ثرب المودي للسعودية وبالقمة وهذا هو قاتل المجرم